السلام عليكم معكم طلال نقار متابع معكم بكورس الأخلاق الطبية معنا ضيف مميز جديد اليوم برحب أولاً ضيفنا الدائم الدكتور باسل طراب أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هارفرد وجامعة بوصن كيف الأخينا باسل؟ هلا يا هلا طلال شو الأخبار الله سلمك برحب معك برحب بضيفنا مثل ما أنا دكتور باسل الأتاسي أخصائي أمراض الدم والأورام دكتور باسل الأتاسي هو أستاذ مشارك بجامعة شيكاغو ميديكال سكول أخي من أخينا باسل كيف حالك؟ أهلا وسهلا أخي طلال الله عبتك العافية شكراً إليك وردكتور باسل للإستضافة الله سلمك يا راب مشكور على تلبيتك الدعوة اليوم هنحكي عن والتيرمينال إلنس بأمراض بأمراض الأورام أمراض السرطانات حقيقة اللي هو تخصصاً البداية الأودينس أو لغة الخطاب حقيقة ما هتكون موجهة للأطباء فقط ربما الجهة الأهم كنا عم نحكي قبل ما نبلش تسجيل هي الجهة الأهم هي المرضى نفسهم وعوائل المرضى اللي هي العوام لأنه التثقيف حقيقة بمجتمعنا اللي هو نحن عم حققنا موجهة للإخوة والأهل بالشرق والأوسط التثقيف مهم جداً للعوام حقيقة اللي أستاذنا في عنا نحن نقص كتير بهذا الجانب مظبوط أخينا باسل باسل أتاسي صحيح صحيح تمام خليني يبدأ معك بسؤال نحن لما يعني دائما بنقول هداك المرض هذا هو الكلمة اللي العوام عندنا صراحة في سوريا الموافزة أهلنا بالشرق بالبقية البلدان العربية بيقولوا نفس الكلمة ما بيحبوا يذكروا كلمة السرطان لأنه كلمة مجرد انذكرت أنه هذا مرض غير قبل العلاج وهو مرض خطير وصاحبه حيموت يعني شي سيئة جداً لذلك ما بيحبوا يذكروها بيقولوا هداك المرض في داعي لهذا الانطباع السيء أنه هل فعلاً السرطان مجرد ما تخص مريض أنه إنه عنده سرطان فخلص ما حكم عليه بالموت السريع مثلاً تمامي نحن إن شاء الله أحد أهداف اللي قال إن شاء الله اليوم نحسن صورة هاي يعني صورة متبعة مثل ما أنت عدد أكتور طلال أنه هداك المرض أو لا سمح الله بس واحد سمع المريض أو أهل المريض أو أقارب أو جيران وسمع أنه في مرض سرطان حكم على المريض في الموت هذا غير صحيح تماماً تماماً غير صحيح يعني مرض سرطان يتعالج مرض سرطان بعد التشخيص يتعرض للعديد من الاستقصاءات تعرف أنت أي مرحلة فيه فيه هناك علاجات يراحية علاجات شوعية علاجات كيموية المرض سرطان فيه له مراحل مراحل متقدمة ومراحل مبكرة حتى بعض المرضى عنده مراحل متقدمة حتى فيه له يعني علاجات وفيه له السريب معين للعلاج حتى زيد عندهم فترة البقية أو حتى فيه بعض المرضى سرطان الحالات متقدمة كان حتى ينشوفهم المرض فإن شاء الله اللقاء اليوم يعني حسن الصورة هاي وإن شاء الله اللقاء اليوم إنه الناس تعرف إنه مرض سرطان بس تسمع قير أنت لا سمح الله أو قريبك أو حدا عندك تعرف إنه إن شاء الله يعني لازم تتبع الخطوات اللازمة وما يعني مثلا بقوله أو يعني تسترسم للموضوع هلأ سؤال أصلا فيه مرض اسمه مرض السرطان فقط يعني كلمة سرطان هل هو مرض واحد يعني هل هذا من المنطق أنك تقول إنه مرض السرطان وكذا كذا يعني هو يعني أنت أدرى مني إنه فيه مدول عشرات مئات السرطانات صحيح تمام يعني السرطان هو عبارة عن يعني كلمة نستعملها لنمو غير طبيعي لخلية جسم الإنسان أحد أعضاء جسم الإنسان يتعرض لنمو غير طبيعي هذا هذا بسبب حدوث خلل في الخلية فالخلية هاي يمكن تكون خلية رئوية أو خلية قولون أو خلية دماغ أو أي جسم أو أي عضو معضاء جسم الإنسان إذا صار في خلل يكون صار يصبح عنده نمو غير طبيعي فالآن الخلل هذا الخلل يكون يكون يعني سببه غير معروف اسمه وصراحة يعني جزء كبير الأمراض السرطانية بسببه غير معروف يأما يكون مثلا معروف في سبب وراثي عائلي بيئي إشعاعي تعرض سابق لشيء كيماوي أو مثلا لا سمح الله في الحروب أحيان الناس يعني تعرضوا لأشياء إشعاعات وكيماويات كتير أو سبب حتى غذائي ففي أسباب كتير أو مدخنين أو الكحوليين أسباب كتير تؤدي للسرطان بشكل مباشر وفي ناس من غير معروف لأسباب خليني آطعك بس المعليش أنا لو قلت أنت كطبيب أورام وانت شغلتك هاي شغلتك أنه عم يحيلك عن مريض آرابي والله تشخص معه سرطان جلد ما أظنك أنت هتاخد انطباع أنه شو معه بالضبط بس لو قلت لك معه سرطان سكويمسل اللي هو سرطان شائق الخلايا سكويمسل كارسينوم أو أنه لا والله هو معه ميلانومة بشكل أنت ما تكتفي بهذا الكلام مظبوط يعني المرة ثاني أنه أنت نوع السرطان حقيقة يعني بيغير كتير من نظرة الطبيب قبل ما نقول أنه المريض نفسه أنه شو هو نوع المراض ومرحلته حتى نوع المراض سرطان الكولون غير سرطان سرطانات الدم ربما أنزار أفضل بكتير من غيرها مظبوطاً يعني المرة ثاني عم حاول لأنني بيسمع ناس أنه والله الشخص معه سرطان يا أخي في سرطانات بسيطة جداً جداً بتتعالج بالمكتب صحيح هي كمان كلمة استعمل ببلادنا أكتر هي كلمة ورم بس الورم نفسه ورم يعني يعني ينتقل يعني ينقسم لورم حميد ممكن مثلاً تقول إن شاءل أو ينترك أو ما يعمل أي هذا أو ورم خبيث ورم خبيث وسموه سرطان له أسباب متعددة وله يعني ما حكينا ولكن له كمان أنواع متعددة من السهل مبسيط إلى الصعب يعني ينهي الحياة صحيح خيانتي دكتور باسل طراب إن إحنا هي السمعة السيئة صراحة أخذ رأي باسل أو انطباع عن الموضوع إنه في سمعة سيئة في مثل أصوف حمراء لهذا المرض لدرجة أنه انطباع مطبوع عند الناس لدرجة أنه ما يخاف ويحكوا عنه صراحة شو برأيك إنه ممكن الواحد يعمل أو شو هي الشيء اللي ممكن يعمله أو كأطباء كتثقيف لحتى تخفف من هذا الخوف من هذا المرض خياني صراحة هلأ صراحة أهم الشي إنه نكون واقعيين معهم بينما على المعلومات اللي عنا يعني هلأ نحن لازم نكون صادقين مع المريض نحن هذا الشيء دائما من أولى ولكن خاصة بمرض السرطان نحن لازم نكون واقعيين معهم نقول لهم إنه هذا المرض نحن في عنا احتمالات معينة عنا العلاج الموجود من كان يقدم احتمالات نجاح وهيك احتمالات كذا فأهم الشي مثل ما أنت قلت ضمن السؤال هو أهم الشي تثقيف المريض يعني نحن لازم نعلمه لازم نحن نعطيه المعلومات الكافية عن المرض هلأ حتى المعلومات الكافية مو معناته أنه نحن نقله فقط أخي أنت معك سرطان يلا ونحن رح نعالجك لا وكمان بنفس الوقت ما رح تدخله بتركيب كل المادة كيميائية بالعلاج اللي أنت رح تعطيه لكن بدك تعطيه معلومات كافية بحيث أنه هو يكون قادر على استيعابه وهذا الشي كما أنت لازم تقدره بناء على تعاملك مع المريض بناء على استيعابه وعلى التقنف لازم تكون بتوقيت معين تقلله للتشخيص ولكن بدك تعلمه أنه هذا الشيء صار هلأ حتى أحنا أحيانا لما نحن كأطباء لما نخبر المريض عن هذا المرض كثير أحيان نحن مزنبين بهذا الموضوع من قلله أنه عندي إلك يعني أخبار سيئة أنه أنت معك هيك فأحنا خلينا نكون موضوعيين أكثر حتى بطريقة نقلنا للخبر يعني أقول الأخي أنت عندك مرض فلاني نحن هاي التصورنا الأولي هاي الاستقصاءات اللي نحن لازم نعملها هاي بناء عليها ممكن بعدين نحضر طريقة العلاج مو ضروري نحن أول ما يكون في عنا نوع من الشك بهذا المرض نحن نتجههم ورأسا نخاف وننقل هذا الانطباع للمريض لأنه مثل ما قال الدكتور باسا الأتاسي يعني نحن في كثير منا سرطانات علاجاتها موجودة وبيشفى المريض والأمور تمام براية أنا هي الواقعية وأنه نحن فقط نعلم المريض تماما نعطيه قدر كافي يعني خليه يكون متعلم وقادر عنده أنه يفهم هذا الموضوع ويكون قادر على أخذ قرارات مهمة بعناجه يميل جدا بتقريب دكتور باسا الأتاسي دكتور باسا أنا صراحة أعطيه خبرتي كوني اشتغلت فترة من حم حياتي بشرق الأوساط وهلأ الحمد لله صلي خمس سنوات بأمريكا هلأ لما كنت بشرق بسعودية وبسورية حقيقة أو بسعودية بالذات أنا اشتغلت معظم شغلة بيوتون فأنا كان يوصلني مرضى اللي هن متقدمين صراحة حالات متقدمة يوصل للعناية ومعظم من يتوفر للأسف وبعض ينفذوا بالمقابل صراحة لما كنت أخذ قصة مريض عم أحكي بسعودية مثلا وإني والله مر المرات مريض أنه مشخص لينفومة من 25 سنة 25 سنة فهذا شي كان مستهلا بلدرجة نحن صلنا نادر رفقاتنا يا جماعة هذا معه المفومة من 25 سنة وليك وعايش وشافي وأموره ممتازة بينما هون بأمريكا حقيقة أنا جزء صار جزء يومي من عملي يومي حقيقة جزء كتير من مرضاي يعني جزء مهم ما أقول كتير بأخذ قصته مثلا معه كذا وكذا وكذا شو معاك أو طفل يعني شو هو الإلاج اللي أخده وحتى بعضهم وصلوا محل تزرع الأعضاء وطبعا زرع الأعضاء يعني ما بتزرع المريض معه سرطان اللي يكون شافي تماما فشو تحديقك عن موضوع الكشف المكر للسرطان وهذا الشي اللي بيحدد ربما كتير من السمعة السيئة للمرض بين بلادنا حقيقة وأمريكا للأسف أو البلاد المتقدمة تمام أخي طلال يعني أنا بس أيدا أبو ما أحكي لك على كشف المبكر أيدا لكلامك أنه يعني مرضى السرطان مراحل أولى التانية التالتة عالة يعني بعض الناس مراحل رابعة يعني نحن ما بنحكي بس على أنه والله سنة سنتين ثلاثة نحن نعرضهم للعلاج للشفاء الكامل للشفاء الكامل أنت عندك مرض تستأصله بشفاء وبتعبع بعدين عندك حتى اللمفومة مرضى اللمفومة عم تحكي عليه أنت يعني عندك مراحل متقدمة ومراحل مبكرة حتى مرحل متقدمة من اللمفومة اللي هي بسموها ستيج فور كمان المرضى يعني بيشوفه تماما مرضى السرطان الخصية هو مرضى بصير عند الزغاب العمر عند الرجال الزغاب العمر هذا ليس هناك مرحل رابعة أصلا بالتصنيف يعني عندك مرحل أولى وثانية وستيج تري وأكتر شيء لما حتى بيشتد المرض بصير بنتشر اسمها ستيج تري سي يعني هذا أعلى شيء ما في مرحل رابعة ليش ما في مرحل رابعة بستجيب الآن يعني أنه بستجيب العلاج حتى لو صار انتشى المرض لكل الجسم فعني هذا هي رسالة الأمل عم نحاول نحن نحييها اليوم إن شاء الله إنه مثل عم تحكي إنه في مرضى كتير إذا تعرضوا له علاج وإذا صار فيه شيء يعني أطباء مميزين أشرفوا حالته ونصار فيه غلاجات لازمة إن شاء الله يكون فيه شفاء كامل الآن بالنسبة لكشف مبكر هذا بيساعدنا بيساعدنا نحن نكشف مبكر حتى نحن نعالج المراحل الأولى من المرض بيكون فيه كشف مبكر للسرطان هذا الأسف يعني ليس كل سرطان له يعني كشف مبكر السرطانات لنا الكشف مبكر هي سرطانات الرئة عند المدخنين فيه طبعا كرياتيرا معينة أو شيء معين نتبعه حتى نعمل الطبق المحوري كل سنة لمدة ثلاث سنوات عند المدخنين العرض معينة من السنوات من التدخين بس علق أنت أصدق نعمل سكرينينج أو تحري عند مرضى مو مرضى عند أشخاص عاديين ماشيين جايين على العيادة فقط مشان شو بيسموه سكرينينج فأتب تقول إنه صار بعمرك المناسب لازم نعمل نبحث عن السرطان الفناني حتى لو ما عنده أي أعراض بزبط يعني مرضى فول خمسين سنة اللي عنده أكثر من عشرين سنة قصة التدخين هذا التقريب يعني سريع للكريتيريا لازم يعاملوه حتى ما عنده لا أعراض ولا ساعلية ولا أي شيء يعملوا طبقي محوري سنوين مدة ثلاث سنوات إن هذا ما عنده مريض هذا هذا شخص ماشي على رجليه وعم يشتغل شغله تماما هذا هو الكشف المبكي بالضبط مثلا كولون كانسر أظن هلأ كان الكولونوسكوبي أو تنظير كولونات ينصح فيه بالخمسين هلأ الكريتيريا تغيرت صحيح هلأ صار فعنا نحكي على سرطان الرئة هلأ نحكي على سرطان القولون كمان موضوع الكولونوسكوبي تنظير الكولون في عمر معين 45 وما فوق هلأ بعض الناس اللي عندهم فرضنا يعني بعض أو بعض المجتمعات اللي عندهم أكثر يعني سرطانات قولونية أكثر حتى عمل الأربعين الناس عندهم قصة عائلية لقريب قريب ممكن حتى بلشوا أبكر هلأ سرطان الثدي المعروف السرطان هو بتعرض لكشف مبكي سرطان ثدي مشان هيك نحنا أنا على يعني يعني السرطان كيف الكشف مبكي لأنه في كل النساء هون بأمريكا أو خليني أقول بالغرب يعني بيعملوا الفحص الذاتي وبعمر 35 أظن بيعملوا ماموغرافي سنويا لازم ينعمل حتى لو ما عم تشكي من أي شيء السيدة أو للفتاة وإذا شافوا شيء مشتبه بيروحوا بيكون كله نقطة صغيرة مظبوط مو بيسنو تلكتلي 5 سنتي و10 سنتي بتقول والله حاسس في ورم عندي هون أكيد سيكون متقدم هذا المرض مشان هيك يعني أنت موضوع سرطان ثدي بالذات لأنه أشياء نوع سرطان أمريكا حوالي 200 ألف سيدة كل سنة تشخص مرضى سرطان ثدي لما تلاقي الفرق في مراحل في البقية أو الفرق في العيش بمرضى سرطان ثدي اللي هنه في أمريكا أو في الغرب أو في أوروبا ومرضى سرطان ثدي نفسه اللي هنه مثلا بالدول الأقل حظة خلينا نحكي فيها اللي ما عندهم سكينيك كلنا دوليك يعني المرضى تشفوه عند انتشار مرض أو عند صار مراحل متقدمة أو صار يعني صار في جسلة كتلة كبيرة أو عقد المفاوية تمام بينما في الغرب لأنه كشف مبكة عنده نظام معين بصير مثلا إذا نقطة ظينها ما عم تقول بيحسوا عليها ففي فرق كبير بالأوتكم يعني آخر شي بين الاثنين فهذا نصيحة كمان رسالة للتحسين الحمد لله ببلادنا فيه كثير صار يعني برامج كشف مبكة سلطان تدي لأنه صار فيه شيوع فيه وبالنسبة له بالنسبة للسلطان تدي سهل سكرينين تبعه كشف مبكة سهل عبارة عن بس بدك جهاز ماموغرام وبدك نظام صحي يكوني ندعم الشيء طيب سلطان سلطانات الأخرى اللي كمان فيه كشف مبكة حكينا على الرئتين حكينا على سلطان القولون وسلطان التدي الآن سلطان عنق الرحم كمان فيه كشف مبكة سلطانات البروستات مجتمعات الغربية بروستات كانسر سلطان بروستات أشعب كثير من مجتمعاتنا ففي عندهم يعني كراتيرا معينة لفحص الPSA أو فحص دم هو عبارة فحص دم لمشعر معين يعني ورمي ممكن يفحصوا هلأ فيه كتير يعني دبيت موضوع الPSA فاقته غير فاقته ولكنين هدول خمس سلطانات هي سلطان الأساسية فأنا متما حكي أنا شاهد أخي باسل أنه يعني تعقيب عن الكلام أنه نحن بروبا ما هو الحلقة هي هدفة طبية هي هدفة أخلاقية أنه السماعة السيئة صراحة سبب أنه فيه سوء بموضوع التشخيص الباكر فيه كتير سلطانات مش بضرر كل السلطانات بس على الأقل الأشيء الشائعة فيه لها سكريني وليلأسف نحن ما عنا برامج السكريني بمجتمعاتنا وحتى المرضى نفسهم بيحاولوا خليني يقول الانكار بيكون عندها مشكلة سيدة أو الشراء أو الرجل بسبب أو الآخر بيتجاهل المشكلة بيتجاهل بيتأخر بالمراجعة لحتى ما يكون السفحة المرض عنده صحيح تماما الآن أنا حكيت أنه بعد السرطانات فيه عنده سكريني أو كشف مبكة ليس كل السرطانات الآن السبب أنه يعني صافي تجارب معينة أنه أنت لو عملت طبق محور يفرضنا للبطن عندها مرضى فؤس معين هل أنت تكشف بشكل مبكة سرطانات البنكرياس اللي هي سرطانات سيئة جدا أو إنزارة سيئة هل تكشف بشكل مبكة سرطانات مثل الكلية أو غيرها فالنتيجة من كل هذه الدراسات اللي صارت أنه بعد السرطانات يعني ما في فائدة كوس أفكتب أن أنت عمل كشف مبكة إلا لها فضمت تمت هالخمس سرطانات هي الأساسية بمجتمعاتنا نحن نكشف عليها في طبعا سرطانات جلد مثل ما أول شي حكى دكتور طلال أنه سرطانات جلد كتير شائع ومعظمه يعني بيكون شافي في سكرينين كمان سرطانات جلد عن الطباء الجلدية بيتبعوا عليه بيتبعوا ولكن هذا الحمد لله مثل ما حكى طلال أنه وما هو شري محبزي أبدا الواحد سيما ومع ملانون ومصراحة إذا كان خاصة عميقة وكذا طيب ما شوالي تاني أخي طلال أخي باسل أنه السرطان بشكل عام يعني لا يعرف عمر ولا يعرف عرق ولا يعرف جنس وأنسة يأتي بكل أعمار وكل أجناس وكل الفئات العمرية والدول بعض الدول عندها سرطانات أكثر من دول تانية بسبب مجتمعات التي هي عاشفية بسبب البيئة العاشفية على سبيل المثال مثل بآسيا يعني خاصة بالصين واليابان وكوريا معروف جدا أنه سرطانات الجهاز الهضمي أكثر بكتير مثلا من Middle East أو من الشرق الأوسط نمط الغذاء طبعا مثلا نمط الغذاء أو تدخين اللحم المدخن أو هيك شي ما برزع نمط الغذاء تبعا وبيأكل أشياء نية الرافود والأشياء بعض الأشياء حمامنا كله حتى بعض الحيوانات فهذا كثير الشيء الغذائي كثير بأثير بالشرف الأوسط يعني مثل ما ذكرت أقل بكثير سرطانات البروستات مقارتنا بالغرب بس أنا قررحهم أظن أنا قررحهم يعني ربما هو سببه إلى أسباب مختلفة طيب خليني أنا يعني أنا أحاول ركز على الجنوب الأخلاقي بموضوع نحن بس موضوع الإنذار السرطان أنه أنت نحن بالعام 2013 أنت بزماته كتبت منشور أو كتب تعليق يعني أحبيت وكتير صراحة أنه أنت شخصيا باسل من عشر سنين ربما أو من فترة يعني مو فترة طويلة العلاجات اللي موجودة اليوم ما كانت موجودة نصة ما كان موجودة العلاجات السرطان يعني أنا من فترة صدفت الدكتور طارق بوجهله حتى حي طبيب القلبي طارق اليوسف الأبحاث المال اللي يضخ بأبحاث أمراض القلب كتير كتير لا يضاهي إلا أمراض الأورام صراحة يعني العلاجات المتوافرة اليوم والأبحاث اللي عم تجرع على أمراض السرطان ما في أكثر منه والعلاجات السنوية اللي عم تتطور فينا في ضيئ على هذه النقطة يصب طلال إذا نحكي عن موضوع التحديث اللي عم بصير يوميا بشكل كبير جدا بمرضى السرطان أو علم السرطان شيء أو أنه يتابعوا الشيء هذا أنا شخصيا كما ذكرت طلال يعني أنا خلصت الترينيج تبعي والتدريب تبعي بألفين وثلاثة عشر الآن ألفين وثلاثة وعشرين أنا أكثر من خمسين مئة من الأشياء اللي أمارسها اليوم لم أتعلمها في الفلاشوب ولا بالترينيج تبعي ولا بالرزدنسي خمسين مئة تصور يعني أدوية الموجهة والأدوية المناعية والأدوية اللي هي حديثة جدا تأتي كل يوم والشغل اسمها وبعض المور الجراحية الدقيقة جدا هاي لم أسمع فيها ولم أراها كان كلها تحت البحث العلمي ويوميا اليوم يعني في الـ FDA أو الهيئات الدوائية تصدق على موافقات على أدوية جديدة فكما ذكرت يعني الفترات البقية وتحسن المرض سنة عن سنة أحسن وأحسن وأفضل وأفضل فهذا الشيء يعني نحن بإسمنا طبال أورام يعني أحيانا بدك واحد سيكون أدحالهم مشان يحسن يتابع من الأمور هاي جميل طيب دكتور باسل طراب موضوع اللي دائما بينطرح بكل حلقة حقيقتان وخاصة نحن عندي يوم نحكي عن مرض الأورام ففي علاج كيماوي موجود فمعناته في آثار جانبية في معناته كلام عن نوعية الحياة اللي حيعيش المريض بقابل مدة الحياة هذا النقاش اللي ما بينتهي حقيقتا من موضوع الأخلاق فشو الإضاءة بتحب تضيفها بهذا الحلقة بزادة عم نحكي عن هذا الموضوع خاصة أنه انت اشتغلت بفترة أظنك في مركز أورام نعم نعم أنا اشتغلت لمدة سنتين في مركز أورام صراحة أهم يعني أهم نقطة أنا بحب وضحها بهذا الموضوع أنه نحن برجع لموضوع تعليم المريض نحن نعطيه المعلومات الكافية مشان هو ياخد القرار عن شخصه عن حاله هل هو بفضل جودة الحياة ولا إطارة الحياة هلأ مو دائما مو دائما نحن عم نقول أنه هاي مقارن مو دائما أنه لازم يكون يا هي يا هي كتير أحيان نحن ممكن نوصل للأمرين مع بعض وكتير أحيان ممكن ما نوصل للأمرين مع بعض وهلأ في بعض الحالات نحن في بعض المراكز صار في عندها صراحة نتقدم طبي يمكن دكتور باسر أتاس وممكن نعلق عليه بشكل أفضل مني بحيث أنه نحن حتى يمكن نختار العلاجات بناء على الجوانب على الأثار الجانبية اللي يمكن المريض ما يحبذها أو يفضلها يعني يمكن يعمل أنا شفت بعض البرامج أنه يمكن يقول على المريض مثلا يفضل هذا العرض الجاري يعني على هذا العرض الجاري وببناء عليه بتم اختيار بعض الأدوية بس النقطة الأساسية هي تعليم المريض بس السؤال كونك حكيت هالنقطة وأنا عم يحكي من خبرتي كمريض أنا مريض سرطان هل الآثار الجانبية اللي فرضنا الصداع خليني وهو صداع أحد الآثار الجانبية هل هو خيار مقبول لجميع المرضى في معنى آخر تماما وأنا عم حاول أوصل هالنقطة أنه بسهن طلال أنا طبيب وعندي شغلي وأنا في عندي هدف معين لازم يكون فيه لأن هذا هو شيء مقبول بحياتي ربما الزميلي أو المريض اللي جنبي على الكرسي الثاني عنده أهداف ثانية فربما أنا بتحمل شيء معين هو ما بتحمله وبالعكس فينك ضئة هالنقطة هذه طبعا بالتأكيد حتى نفس العرض وحتى نفس الصداع في ناس بتقبل وفي ناس ما بتقبل وفي ناس بتشوفه هو شيء لا يطاق في ناس بتشوفه أنه هو أمر عرضي ممكن يستحملوه وحتى يعني لما تسأل شخص نحن عندنا دائما سؤال نسأله لكل المرضى أنه شو نسبة الألم عندك من واحد لعشرة في ناس كثير بتقول لك خمسة أنا ما بحس نعيش معه وفي ناس بقول لك خمسة أنا ما بحس فيه يعني حتى ضمن أن القياس نفسه هو كتير subjective ما هو كتير objective نحاول بس وصل نفس الشيء حلقتنا مع الدكتور محمد سيد أنه في مريض عنده أنه هو بدي يلعب بيسبول هذا هو يعني هذا هو حاليا هو بمرحلة متقدمة هو بدي يحافظ على هذا الهدف حاليا هو إذا ما عمل هذا الشيء فحياته هتكون تعيسة جدا فهذا الشيء بتغير أنا بقول لك مثلا بحكي عن حالي أنا هدفي الأساس صراحة حقيقي أني أنا أكون عم أشتغل ما بدي أنا أضي حياتي بالمشافي وعني من أعراض جانبية لا لا مثلا حمى مثلا بجيز باسة ليضيء أكثر نقص الحمى مثلا أو نقص العديلات وكذا يعني بسير عندك مشاكل في فضل العلاج اللي بيعمل لي شوية آثار مزعجة مثلا عمعاني منها بس ما بتمنعني أني روح على شغلي فهذا بتغير من مشخص لآخر طبعا طبعا فنحن دورنا كأطباء نعرف المريض بقدر الإمكان نحن شو الأدوية اللي عنا وشو العلاجات ممكن تعمل وهنا بناءنا عليه عفوا ممكن يقولوننا أنه تتابع بالعلاج أو لا أو بدنا هذا العلاج أو لا يعني هنا بالأخير يعني الأتونومي أو ذاتيت ونحن يجب نحترمه بعد ما نحن نعطيه المعلومات الكافية طيب جميل بنت أرى دكتور باس الأتاسي خلينا نحكي بقى نحن أنه عنا مريض شخصنا للأسف يعني وهذا شي حيصير يعني في مرضى حييتشخص معاهم للأسف السرطان فكيف أول شي نقل الخبر يعني نحن هاي موضوع ربما الخطاب هم وجه الأطباء أساسا نقل الخبر السيء لما أنت بتشخص مريض سرطان فهو خبر ما هو محبز حتى لو كان مرحلة أولة أو تانية فهو مرض خطير حقيقة وهذا الشي ما بينطبق بس على طب الأوران بيطبق على كتير تخصصات في تشخيصات ما هي محبزة واحد يكون مشخصة يعني ما حدا يحب المرض حقيقة فنقل الخبر دكتور باسل أتاسي لو ضئلنا على هذا الموضوع أنت كيف تتعامل مع مريضك بهذا الموضوع تمام يا هذا من أهم الأسئلة والله أخي دكتور طلال أنا برأي التخصص طب الأوران هو من أكثر التخصصات التي تحتاج إلى إحسان أنا سمعت حلقتك مع دكتور شيخ محمد حبش وكثير سفات مننا والله خاصة الإحسان مع المريض كطبيب علاقة الطبيب الأوران مع مريضه مع عائلة المريض لازم تكون جدا جدا علاقة خاصة ليست للأسف كما بعض الأطباء يعني بيزنس يعني علاقة المريض مع الطبيب لتكون علاقة خاصة فيها دعابة فيها مرح فيها ضحك فيها جد فيها حرص على المشاعر نفس الوقت فيها وقت تمضي وقت مع المريض ليس فقط أنه عبارة عن مريض مشي وراء مريض اللي هنا أشياء مشوفة الأسفة في كتير علاقة قرب علاقة أخوة علاقة أبوة أو أموة مع المريض فلما أنت تكون علاقة هاي مع مع المريض وأسرته عندها بتصيب فيه قرب منهم عندها ممكن أنت تحسن تقرب التشخيص لأله وتقرب المقاربة للمرض فأنا يعني أنا عادة أول عدد دقائق مع المريض نقضيهم نتعرف نتعرف عليهم يعني نشوف حتى حين بسألهم من شو بتشتغل شو هواياتك شو بتعمل من باعتك من الريفورال تبعك إلى آخره ومعاديين شوي شوي أنا ما بقلهم والله فورا أنت عندك سرطان مراحل رابع أو مثلا كذا نقرب المريض بما هو يعني التشخيص ومراحل مختلفة لكل مرض وما هو المرض اللي معك أنت حاليا حسب الأعراض اللي عندك ومعادي أنا حتى عندي عادة أنه بأخذ وقت كتير مع المريض يعني وقت طويل حتى يتفهم المرض ويحسوا باطمأنان بعدين يعني ممكن نحنا أنا حتى عندي عادة أنه برجيهم التصوير المهتمين معظم الناس مهتمة في ناس يقول لك أنا ما بدي معظم الناس هون بتهتم بالرؤية المرض وبعدين نقول له والله يعني حاليا العلاج هو العفو التشخيص هو فلان والتالي والمرحلة هي الفلانية ونحنا هذا هو عنا علاجات وفي تطورات وعلاج مثلا واحد اثنين ثلاثة يبعطين خيارات متعددة فهذا وتعاملت أكثير مع شرط بالمئات للمرضى هل رأسا مجرد أنت إقلل المريض معك سرطان مرحلة أولى أو ثانية أو ثالثة اللي هي يعني رح يوصل للتسليم مباشرة أني أنا خلاص دكتور أنا أموري منيحة ما في شي اسمه أنه في مرضى مثلا بيعصب أو بينكر أو بيزعل يعني هذا الموضوع مرأ عليك ولا لا سؤال جميل جدا أنا أنا بخلاخ بتي يعني حسب المريض وحسب المجتمع اللي عايش فيه أنا أكون صريح معك أنا عملت بأحد دول العربية يعني فترة قصيرة بطبيعة ورام فيه فرق كبير بين المرضى اللي هنا يعني منطقتنا العربية وحتى لما بروح بسافر على سوريا أو على أردن فرق كبير بين المريض العربي بصراحة والمريض اللي أنا بشوفه بأمريكا مين تقبله أكتر مين إيمانه أعلم وقبل المريض في أمريكا أسهل بكتير صراحة طيب طيب شو بلعك السبب يعني مع أنه نحن ندعي أنه نحن نؤمن بالله واليوم الآخر ونحن نتهم الغرب أنه هو مادي هو بعيد عن الدين ومع ذلك للأسف الواقع حقيقة وهذا بشهادة جميل أطبع وهي شهادتي ربما باسل كمان أظنه على مطلع هذا الموضوع تقبل المريض الغري حقيقة لهذه الأمراض الخطيرة صراحة أكتر بكتير من حالتنا ففي شو وراء هذا الموضوع ممكن إسمع من ذلك وإسمع من بعض ذلك الوراء هذا الشيء أخي طلال هو نقص الوعي الاجتماعي اللي حكينا فيه أول شيء أنه مرض السرطان ليست كلمة سرطان معتها موت النقص الوعي الاجتماعي الخزابعالات الاجتماعية التأثير العائلي السلبي القصص اللي بيسمعوها وقارونا بحالهم مع مرضى آخرين تعرضوا نفس المرض وماتوا وفرضنا أو مثلا صار عليهم العلاج صعب للأسف يعني أنا أقول لك أخبار المريض هو عبارة عن كان إنه عبارة عن أو شغلة صعبة كتير هذا السؤال يحيكون بعده إن شاء الله يعني أنا أقول لك شغلة يعني أنا أكون في غرفة آآ مريض جديد يعني أنا على سبيل يعني أحقين يكون صريح فرضنا مثلا في مؤخرا في زيارة إلى الأردن مريض آآ أصله مو أردني أصله سوري يعني آآ مريض يعني من التصوير ومن الفحوصات يبدو أنه فيه عنده سرطان جديد منتشر مريض كبير بالعمر عمره يعني سبعينة تاريبا الطلب الوحيد من الأهل ومن الجاي مع أولاده وإخواته وزوجته أنه ما يعرف ممنوع يعرف نفس التجربة عندي إياها لما اشتغلت أحده العربية أنه نحن المريض في المشفى جارس في غرفة المشفى قسم الأورام لا يعرف أنه عنده ورام ما يأخذ كيماوي وكل ما هو على إلاج كيماوي معلق بالمشفى مسرب إيل والآن هو في المشفى بسبب عرار الكيماوي ولما نحكي على أي شي لازم نطلع نخرج لبرة لنحكي مع أهل المريض لأنه يمنعوك أن تقول له أن نعضب فإذا إذا فيه رسالة صراحة وحيدة أقوى رسالة من هاللي قاهت أنه لازم يا مستمعين أو أهل المريض أو المريض لازم المريض يعرف لازم مريض يشارك في القرار لازم مريض يعرف شو في عنده طيب دكتور باسل دكتور باسل أنا حسنا لك سؤال صراحة في وهم وأنا مرة تانية يعني إلا نقطة البعدة فخيني نناقشها وبسمع من باسل كمان أنه الموضوع مهم حقيقة نتناقشه الوهم أو خيني نقول الانطباع والقناعة الشائعة عند الشعب حقيقة أو عند البلادنا العربية أنه إذا أنت قلت له لمريض السرطان أنه أنت معك سرطان وخيني نقول مرحلة رابعة مرحلة أولى مرحلة رابعة مرحلة خطيرة حقيقتان فالمريض حيكتئب وحيموت بسرعة أنت من تجربتك بأمرها كم عدد المرضى اللي ماتوا لأنك أنت قلت له أنه معك سرطان صفر صفر العاكس هو الصحيح المريض المريض صراحة يعني يرتع اكتئبوا اكتئبوا بطلوا ياكلوا مثلا ما بيقول ماتوا بطلوا ياكلوا وعاشوا باكتئاب بسبب أنك أنت قلت له معك المرض الفلاني مثلا وهو مرض خطير أنه هذا الخوف عند الأهل صراحة هلأ شوف هلأ إذا نحكي على الاكتئاب وعلى القلق والانكزايتي والسترس البصير عن مرضى السرطان هذا الشيء معروف ثلاثين مئة يعني بالحزن الدراسات من مرضى السرطان بصير عندهم يا اكتئاب يا اما انكزايتي أو قلق فهذا الشيء يعني جزء من المرض ليس جزء من المرض تماما ليس لأنه أنت التلون أو صراحتهم العكس هو الصحيح أخي طلال العكس هو الصحيح العكس هو أنه أنت المريض اللي ملقى في الغرفة وأنت على بال غرفة عم تحكي عنه هو لا يعرف على فكرة يعني نفسيا على الأغلب الناس كلهم بيعرفون مرضى كلهم بيكون عايش بالوهم بالشك حقيقة وهذا أبشع من الحقيقة حقيقة مصبوطوا لنا غلطان يعني لعله لعله عنده وصية لعله عنده دعاء لعله عنده كلمة أخيرة لعله عنده وتخفيف معاناتهم ساعدوهم بمصرحتهم يكونوا جزء من العلاج جزء من الخيارات يعني ماذا عم تقوله باسل إذا المريض عرف بحالته الحقيقية عرف حاله وين واقف سواء أنه قريب من الموت أو بعيد عنه وهذا أفيد ما أنه يتم عايش ضايع وينموت موت الخطف حقيقة طبعا طبعا طيب خليني نتعلم لباسل طبعا بنفس النقطة أنه حكينا حلقة كاملة حق المريض بمعرفة مرضه وبالذات مرض السرطان حقيقة ربما هني خصوصية مميزة لأنه في كتير متعلقات لهذا الموضوع باسل شو تعقيبك صراحة الموضوع يعني مشان ما يكون ظالمين حتى لمجتمعنا هذا موجود بمجتمعات أخرى وخاصة المجتمعات الأسوية أنا في عندي طالب صراحة رامي يعمل حاليا المشروع تخرج عن هذا الموضوع اسمه هذا الموضوع بالذات اسمه mutual pretence اللي هو أنه الفريق الطبي بيعرف وأهل المريض بيعرفوا والمريض بنفسه ما بيعرف ولكن هذا البحث أحكي لك عنه ولكن مهم للحوار هذا الطالب عمي بعمل بحثه بهون كونغ ليش لأن الحكومة هنيك رتعت أنه هاي مش شكلة فلما استجوبوا لما عملوا استقصاء يعني بدل الموضوع وبحثوا مع الدكاترة شافوا أنه في ضغط مجتمعي عليهم فقررت الحكومة أنه تشكد لجنة على مستوى هون كونغ كلها لتعليم الأطباء وتدريبهم وتوعيتهم أنه أنتم محميين قانونيا أنتم راح تكونوا مدعومين من قبل الحكومة في حال إجت الأسر اللي عندهم قالت لكم لا تحكوا مع المريض دوركم أنتم أنتم توعوهم ولأقولهم طريقة أنتم يعني صراحة هي طريقة طريقة صراحة موجودة إحنا كده نمكن نعملها ولكن شجعوهم قالوا أنه لازم تعملوها هاي أكتر واللي هو أنتم وتسألوا المريض قديش بدا كان أنا أحكي معك وقديش بدا كان أنا أحكي مع أهلك إذا هو رحاله المريض طبعا بعيد عن أهلك بلكن نسألوا هذا السؤال إذا هو قال لك حكي معهم خلاص هو يكب ما في مشكلة بس إذا هو قال لأ دخلوني من الموضوع لأنه ما من أهل المريض يخطط في هذا القرار نحن دائما دائما بيكون في عنا نية حسنة ومفترض النية حسنة أنه أهل المريض هن عم يدعموه أنه هن فقط عم يعملوا هذا الشي لحمايته ولكن في عنا حالات يكون صح ولكن في حالات يكون في عنا conflict of interest يكون في عنا حالات تدخل فيها الورثة تدخل فيها خلافات وسرية ممكن الشخص ما بده يدير باله عليه ممكن هو يخايف موضوع عاطف نحن ما بننسي الظن بالناس بس حتى العاطفة واحدة لا تكفي للحكم يا جماعة العاطفة لا تكفي للتعامل مع الحالات الصعبة أنا أحب مثلا هذا الشخص بس عاطفتي ما لازم تكون هي اللي عم يحدد أنا شو لازم يصير أنه في عقل لازم يتصرف مثل ما قالنا في متعلقات مادية في وصية مثل ما قال باسل في كتير شغلات خلينا أضي إضاءة أخينا باسل وباسل باسل طراه باسل أداسي أنه ربما نحن عندنا ربما حكيتها مع باسل من قبل أنه نحن مشكلة الدعم المجتمعي حقيقة والطبي حتى للمرضى المصابين بمرض السرطان مرض الخطير عموما والسرطان خصوصا ربما هي ضعيفة حقيقة من تجربة شخصية أخينا باسل أنا لما اتشخصت بالمرض وأنا الحمد لله طبيب وواعي لما المعايد أو العيادة لأن الناس تتصل فيني تتطمن علي حقيقة بالمرحلة أنا أكيد بحاجة لدعم كبير فأنا ما أقول لك الزملاء العرب أو السوريين أو الزملائي أو معارفي كانوا جدا بروفيشنال بهذا الموضوع نحن شاطرين بالدعم حقيقة بهاي المرحلة الشخص اللي هو بحالة الحزن نحن كنا شاطرين نحن كعرب شاطرين فيه بس يا أخي أنت ما لازم المريض يبقى بحالة الحزن طول العمر مثل ما أنا تقبل الخبر السيء فيه له مراحل فلازم توصل لمرحلة التسليم عموما شعبنا العربي حقيقة زملائي عم يحكي أنهم ما لنشاطرين بأنه ينقل الشخص لمرحلة التسليم أنا بدي امرأ بهاي المرحلة الحزن قولا واحدا التسليم أني أنا أوصل اتعامل مع الواقع خلاص أنا شخص بهذا المرض لازم أرجع لحياتي أرجع أشتغل أرجع يعني اتعامل بمواقعي أخذ علاج تبعي الزملائي الأمريكان هم كانوا أكثر شطارة حقيقة أخينا باس مثلا زرع الأمل خلينا نقول هي العنوان اللي بدي أقوله زرع الأمل بهذه المرحلة مثلا كان كلامة دراسات ما يفيدني أني والله نسبة الشفاء وكذا هذه الأرقام ربما أنا كمرير عم يحكي هذه الوقت ما كانت تفيدني حقيقة بس لما إجاني زميل أو زميلة حقيقة أنه والله معي نفس المرض ولكن أنا صلي عشرين سنة مشخصة وشفيانة هذا زرع الأمل عندي حقيقة أنا بهذه المرحلة ربما أنا الطبيب واللي بيحكي أرقامك لا كنت أنا مهتم أني أنا شوف شخص حقيقة نجى من المرض ويحكي تجربته الشخصية وهذا كان أكثر فائدة لأني بس لأتاسي شفت عديقك على هذا الموضوع دعم المجتمع حقيقة أنه هو جدا نعنى أنه تأثير فيه حقيقة فيه تماما مية مية أخي طالعا مية مية دعم مجتمع كثير كثير ضروري وبصراحة فيه كثير دراسات في عام الأورام أنه النفسية للمريض تحسن العلاج وتحسن نتائج العلاج هل تصدق أنه يعني الدبريشن أو شو اسمه الدبريشن الاكتئاب النفسي يعني فيه دراسات أنه هي تنقص فترة البقية عند مرضى السرطان بينما العامل النفسي والاجتماعي والعمل الفرح تزيدها صبر يعني هاي حتى مغير موضوع العلاجات مغير موضوع الجراحات والكيماوي والآخرين فالشيء مهم كثير أن يكون واحد متطمن وبصوت ومحاط بناس متفائلة معه هذا بيساعده كثير عشان نوح يكون فير نوعا ما وعادل بالصورة العامة للموضوع بعض المرضى يعني أنا بلاقي ما يجوز يمكن عشر مئة بعض المرضى يعني أنت عندك مريض فرضنا بمراحة متقدمة جدا وهو في السرير فأنت قررت أنه علاج تلطيفي أو قررت أنه أنت هذا يعني أفضل يروح البيت يرتاح هذا المريض يعني أهله ممكن ياخذ عنه قرار ويساعده بالقرار لأنه غير قادر على أخذ القرار ولكن كل مرضى التانين اللي هن بصحتهم وعافيتهم قضينا لأخذ القرار لازم يكون مشاركة فيه بالقرار ما ما في جواب واحد لكل الحالات يعني للمرضى بشكل عام يمروا فيها لما بيتلقوا خبر سيئ إحنا كبشر كل ياتنا معرضين لهي الخمس مراحل في بعض دراسات بتقول أنه أنا مرتبة ولكن أول شي هو الانكار بعدين عنا الآنجر أو الغضب يعني تشرحهم بكلمتين لكل وحدة لتوصل لفكرة نعم لما تعطي لشخص أنت خبر سيئ أول شي بينكر بيقول لا أنا مو معقول نعم أنا ماني مريض بعدين الشيء الآخر أو أنه بيعزي التشخيص مثلا بيقول لك لا هذا مفضل هذا قريب عابر صحيح صحيح أو بعدين عندك الآنجر بيصير يعني غاضب من الموضوع بصير معصر بعدين عندك أو التفاوض طب يا ترى أنا لو عملت هيك بصير هيك أو يا ترى لو ما نعمل هيك بصير هيك بعدين عندك اللي هو الاكتئاب أو الحزن بعدين أو الحزن المرحلة الخامسة هي الاكسبتنس أو التسليم هلأ في شغلات تانية طلال أنا بدي عفوا بدي أقولها بمرحلة الدعم النفسي من المهم جدا أنه المريض طبعا ما يشعر بنظرة المجتمع اللي هي الشفقة نحن لازم نفرجي نحن عادة هذا المريض يعني المرض ممكن يصير مع أي شخص يعني ما حدا حاصين لهذا الموضوع محصن من هذا الموضوع فنحن ما في داعي نحسس المريض أنه أنت يا حرام صار معك أنه أنت مريض أنه أنت صار لازم نحسسه بهاي الشفقة لأنه صراحة أنها تعطيه موقف ضعف نحن خلينكم واقعين كمان نفس الوقت هي نقطة كلها الأساسية بظن هي تعليم أهل المرضى وتعليم المريض يعني ونحن بشكل عام كمان نحن شعب عاطفي ودائما بنربط هاي القصاص يعني بالشرع نحن عمنا بمجتمعنا بالعقاب المكافأة أنه الله غضوانا عليه عم عطاه هيك بينما نحن شرعا هو ابتلاء وليس غضب يعني هاي المفاهيم البسيطة لحن نحن لما نقدمها للأسرة وللمريض لما نفهمهم ياهل ما نعين عليها بتساعدهم يتجاوزوا هالمراحل هاي ويممشوا بهالمراحل الخمسة هاي اللي حكيت أنا تبعي التقبل للنبأ السيء ليوصل لمرحلة التسليم بشكل أسرع طيب خلينا أعطيك الفيدباك وبسيطباك تاني من باس الأتاسي أنت عم تحكي أنه ما لازم تعطي المريض نظرة الشفقة هذا الحكي إمتى لما بيكون وصل للتسليم يعني معنى آخر المريض حيمره بأول شهر شهرين الله أعلم حسب قوته ومناعته النفسية حيمره بالمرحل الخمسة اللي يوصل للتسليم يعني كل ما وصل أسرع وكل ما ساعدوا لي حوالي بإنشان يوصل أسرع للتسليم إنه هو تعامل مع الواقع وخلص أنا حياتي بدي يعيشها لما هو بمرحلة الحزن أو الاكتئاب هو بحاجة لأنك تظهر له التعاطف معه تدعيله كل ما بتتصل فيه الله يشفيك ويعافيك مثلا بس هو وصل لمرحلة التسليم إنه أنا خلص رجعت لشغلي ورجعت كده أنا ما بدي أسمع كل ما يشوفني حدا الله يشفيك ويعافيك أخي دعيلي لحالك زي كنتلون إعلانا عن فيسبوك يا جماعة ما حدا يدعيلي أنا ما بدك تدعيه يدعيلي أنا طبعا أؤمن فيه هو فعال ومؤثر بس ما لازم كل ما حكيت مع شخص ينهي كلامه أو يبدأ كلامه الله يشفيك ويعافيك لا أنت فينك تدعيلي أنا هلأ بالتسليم ما لازم ترجعني لورا المشكلة صراحة بمجتماعاتنا وهي بسمع من باس تعقيبه هالنقطة أنه بيكون المريض أموره منيحة وتحسن وبلش يرجع لطبيعته أو لأقرب للطبيعة اللي حوالي بيرجعوه لورا مزهور يا باسم صحيح تماما والله أخي طالع ما شاء الله عليكم تعلم منك يعني صحيح كلاما هلأ هو شوف يعني مرضى السرطان هو ثاني أكثر سبب للوفاة السرطان بعد مرضى القلب بالضبط فأنت بدك نص المجتمع بدك بدك تعمل إنه والله الليبل دم إنه عندكم سرطان وإنشار لهم إنه هذا وإنه أنت تخلي بضبوط موضوع هذا الشيء كثير مهم يعني خيما نفس الشيء بالغرب متفوقين علينا بالشيء هذا يعني بالغرب مثلا والله واحد عنده سرطان ناس داعمينه أنا الآن السادة بحيو يشعروا مثله مثلا إذا والله صار آخر علاج كماوي مثلا أو صار فيه طبق محوري أنت جيد مثلا بفرحوله بساوله مثلا سورفايفول بارتي أنا فينا يعليق تاريخ بسيط إن الدعم اللي أنا بتلقى من زمنائي بالشغل إنه بس يتعامل معي مثل كأي إنسان ما بيسألني كل مرة شو معك وصول مرضى ما حدا بيسألني هذا السؤال شايفني عم إيجي عشغلي وأنا أموري مني حاو بصحتي وعاضح أني أنا بصحتي فخلص ما في دعي يسألني هذا السؤال لأنه مجرد سألت الشخص ما هو يصال معك أنت بالمرض تبعك فاتذكرته أنت عم تتعامل معك مثل ما قال باس إنه بيشفقة أو بأقل وهون بنرجع لموضوع احترام خصوصية المريض لما المريض ما بده يشارك معلومة مع المجتمع تبعه مفروض ما حدا مفروض إنه مفروض ما نشعره نحن بالإجبار إنه أنت لازم تشاركها وهذا الشيء سيشي برجع للمريض نحن اللي عندنا نفسنا بكتير للأسف ببعض الأطباع أنه بيعطوا لحالة حرية بمشاركة هاي التشخيصات مع المجتمع ومع الأسرة بدون مريض مرة تانية هاي احترامة خصوصية المريض وليس الأسرة طيب أنا سبحان الله الموضوع بيتشعب شوي كتير بهالمجال خليني أرجع لدكتور باس الأتاسي نحن وصلنا يعني جاءنا مريض وشخصنا بسرطان شخصت المريض بسرطان وبدأ العلاجات وستجاب في مرضى حيستجيبه هذا القدر حيصير في مرضى ربما يكونوا معتمد بسموه على العلاج وفي مرضى يفشلوا بالعلاج الكيماوي فأنت بتطل تعطيهم علاجات تانية فربما بيسموه خط أول وخط ثاني وخط ثالث ربما يكون قابل للجراحة ربما يكون قابل للجراحة بس في مرضى معينين أخينا باسل وأكيد أنت شايفون هدول وهذا قدر لا يكون غير قابل للعلاج وهو واضح أنه هو عم يدهور كيف تتعامل معهم بدعيادة كيف تناقش معهم وستقبل العلاجات الممكنة فضل أخينا باسل تمام يعني هو متما زكرت أنا أنه العلاقة أنت بدأت فيها مع المريض وبنيتها مع المريض هي الأساس بالشيء فصار المريض فعنده ثقة فيك يعني أنت معظم الأحيان طبيب الأورام يعني بسبب يعني إن شاء الله العمل يكون جيد تبعه يكون جزء من العائلة صار جزء من العائلة جزء من القرار تبع العائلة فلما مريضك بيجي لعندك وأنت لا سمح الله صار فيه مراحل متقدمة وغير قبل العلاج فيه ثقة متبادلة بينها فأنت يعني يكون إنسان الطبيب صريح مع المريض تبعه صريح أنه استعملنا الدواء الأول والثاني والثالث الخطوط الأولى والثاني إلى آخره وصار فيه تطور والآن نركز على موضوع العلاج التلطيفي علاج الآلام علاج الإصاب فيه نسمح الله أثار معين للسرطان أنه نسيطر عليها بالأدوية المثبتة للآلام وإلى آخره فهذا المصارحة المصارحة وبتفاجأ أنه كثير من المرضى لو أنت عملت مع العلاقة ثابتة وقوية وفي ثقة بيناتكن يتقبل الشيهاد يتقبل الشيهاد يعني لأنه عرفوا أنه أنت عملت جهدك وانت تعبت معهم وصار لكم سنوات مع بعضكم ولم تتدخر جهدا بمساعدتهم وأنه خلاص العلم وصل لمرحل معينة والشيء تاني حاب أذكره أنا خيني ساكسو على ما تنتقل مشان ما نغطي حين نقطة تماما أنت بتقترح عن المرضى أو بتناقش معهم موضوع الـDNR أنه أنت لو تدهور وضعك وصرت بالعناية هل أنت هتاخد تنفس صناعي أو تنعاش قلبي هو معروف أصلاً سرطان غير قابل للشفاء ولا هذا شيء ما بتناقشه أنت عموماً أنا مسألك رأيك الشخصي عندي انطباع كمان بعطيك فيد باك مني صراحة والله أنا وصلت لمرحلة أنه بدنا نطلب المريض يروح علاج تلطيفي طبعاً بناقش معهم لأنه لو المريض راح للبيت وما كان دين أر أو كان المشفى مو دين أر ما تحكون فول كود بسموها أنه يعني لا سمح الله صار أجل الله سبحانه وتعالى أخذ وسط المعد الأماني بصير في يعني عذاب المريض عذاب شديد وصير في يعني متعف اللي بصير إذا ما أحد كان فول كود وصال أجل صار في أرست بصير في أشياء كتير فأنت بتناقشهم نمر ذلك عمس لك طريقتك كيف كنت تناقش هذا من تجربتك كيف عطيني مثال مثلا ناقشت مريض بهذا الموضوع أو شو عملت أو شو حكيت معه كان مريض من مرحلة تلطيفية فأنت كيف طرحت الموضوع معه يعني طرحت الموضوع معه بطرية أنه إن شاء الله أمور تكون بالأيام قادمة سهلة عليكم ما في ألم ما في عذاب إذا يعني الوقت بيجي موعد الوفاة أو موعد وفاة بيسفول يعني بشكل خلي الأمور تكون يعني بشكل سلام تروح بشكل سلام بيسفول وما يكون في عذاب أنه يحطوك على منفسي الاصطناعية يضعوا مثلا يعملوا chest compression حتى break your ribs يعني يكسروا الأضلاع فمعظم مرضى يعني بتقبل الشيهاد يعني في نسبة من ميحة من مرضى اللي بيوصلوا له المراحل للأسف بتقبلوا منك هذا الكلام وما بيزعلوا منك قوليها تكتلنا ما بيقولوا هذا الكلام لا معظم مرضى بتقبل الشيهاد طبعا طبعا أنت السلوب الحكي مع المريض هو كتير يعني كتير مؤثر بالشيهاد السلوب طبيعي يعني لو أنت جبت نفس المريض طبيبين سألته نفس السؤال بسلوبين مختلفين السلوب جيد ومتدرب يعني إلى آخرين وطبيب تاني يعني مستعجل أو طبيبين ما عنده professional أو ما عنده حكبة بالإلقاء السؤال جوزك عندك جوابين مختلفين للمريض يميج بسلوب طبيب أنا هذا هذه النقطة ذكرت بالحلقة سابقة وبسمع خليني التعقيب من بسل تغرب على هذا الموضوع أنه موضوع communication skills مهارات التواصل نفس المعلومة فينك توصلها للمريض بطريقة professional أنه تتدربت عليها وهذا الشيء أنا أحاول أنه أكد علي يا أخي موكلة لاتنا نزلنا من بطن أمنا منعرف نحكي في تدريب على هدول المواضيع الأطباء لي ما عنده قدرة يعرف يوصل المعلومة فينه يتدرب على هذا الموضوع فيه كورسات وفيه ناس بتعلم بسل شو تعقيبك أنا أكد هالنظر أنه نحن مو من عند الله هي موش يعرفون هي كله من عند الله مو أنه هي موهبة بتخلق معك فينك تتدرب عليها قابل للتطوير صحيح صحيح مثل ما أنت في كورسات ولكن هذا كله جزء من تدريب الطبيب يعني سواء أثناء residency وبعدين بتجي مع الخبرة ولكن دائما أنا أبدرب الناس على هذا الموضوع ودائما الهدف بيكون أنه الشخص يكون موضوعي يعني ما أنه يكون ممكن المريض يسألك طب أنت شو رأيك أنا لازم أعمل من هون بقى بترجع للوضع وبترجع إذا أنت شايف أنه الأفضل أنه هيك ولا هيك فيه ناس بتقول لك أنا ما عندي مشكلة أني أحكي رأي وفيه ناس بتقول لك لا يفضل أنك ما تحكي رأيك ولكن بشكل عام المطلوب من الطبيب أنه يكون موضوعي وصراحة نحن بشر بالأخير يعني حتى الأطباء عمره 90 سنة وحالة نهائية وما في داعي مثلا نعمل له chest compressions فأنت بشكل عام يعني بحديثك راح تقول أنه أخي هذا ترتيبه صعب هذا أموره يعني هذا الإجراء راح تكون مزعج أو مؤلم وما راح يوصل لنا نتيجة بعدها يعني فأنت ممكن مباح أنه أنت تكميل بهذا الموضوع لترهيب شوي المريض أو عدم ترغيبه ما تقول ترهيب يعني عدم ترغيبه بهذا الموضوع ولكن كلما كان الشخص موضوعي كلما كان أفضل وهذا كمان بيرجع للنقطة اللي ذكرها الدكتور أتاسي هي علاقتك كطبيب مع المريض اللي هي بتنشع عبر الزمن هلا أنا بتجيني علاقة أنا بقلك شغلة لليش تصديقا لكلام دكتور أتاسي بتجيني أنا المستشفيات بقوط الpatient هالعلاقة الجيدة رغم أنه مرض السرطان يعني هو أشد من أمراض التانية صح ولكن دائما علاماتهم أعلى لأنه أخيب أعقب على كلامك واسمعت أخيب من باس الأتاسي هذا الموضوع أنا من خبرتي كطبيب عناية 11 سنوات وأنا اشتغلت بمراكز أورام يعني كنت عمزت عامل مع أطباء الأورام كطبيب كطبيب عناية مع طبيب أورام مع مريض أورام ومن خبرتي حاليا أنا كمريض ورام أنا وقيف أنا انطباعي عن طبيب تين هي عم تعالجني الطباء الأورام وما أرحز لا تاسم يوافقني وما أرحز إيجابية ولا سلبي أنا أحكي شوء انطباعي عاطفين لدرجة كبيرة حقيقة مثل ما تنشأ علاقة أوية بين مثل ما فمو سهل أبدا على طبيب أورام اللي يوقع مريض مريض يوقع دي أنا بده ياخد كل فرصة العلاجية فأرى كنت اتخانق معاهم لك يا جماعة هذا مريض حرام تعزبه أكتر من هيك لا لسه يعني طبعا بيسرد نظر كان كلام صحيح ولد بس عم حاول أن نوزح النقطة العاطفية بموضوع طبيبتي ما عم ترضى المرة النقاشات كنت عمزح معها شو رأيك توقعين دي أنا عصبت وزعلت لا أنت منيح وانت شو رأيك بهذا الكنال بس بس الأتاسي مزبوط كلامك تماما يعني هاي العلاقة بتنشأ مع الوقت مع الوقت ومع التدريب وعن فكرة أنا لك شغلة شخصية يعني ليس متسهلة على الإنسان نحنا كلتنا يعني بشر طبيب الأورام أنه يكون علاقة هاي وأنه أنت يعني هلأ أنا عندك عياتك الأورام عندك مرضى يوم مثلا المريض بتدخل عليه لتعطف معه ما شاء الله لا سمح الله في عنده تطور أو في عنده خباتي أكتر أو في عنده end of life أو عنده مشاكل لتعطف معه وتكون معه وتكون معيته وتكون passionate معه بعد خمزة المرضى المريض البعده فيه فرح وفيه أخبار حلوة وفيه طنطبقة محورية نتائج ممتازة المريض البعده المريض جديد هلأ تشخص بدك تكون معه كمان تعاطف معه فالإنسان نحن يعني بشر بدنا ندرب على شيء بعد أن بدك تروح لبيت خلص خلص يومك تعود لتعيد لحالك طبيعية كعائلة فهذا الشيء ليست سهل أكون معكم صريحة أنا وصفته مرة هذا اللي عم تحكيه بس الاستهلاك العاطفي أنه الطبيب للتخصصات معينة يستهلق يستنزف عاطفيا لأنه هو مضطر يتعامل مع كل حالة بحادثة ويزعل مع هذا ويفرح مع هذا ويرجع على بيته لازم ما يكون متأثر ما لازم يتخنق مع مرته لأنه هو تقاتل أو شاف مرضه متعبين بالنهار ففعلا أنا بلقى أنا وقتك قارن تخصص يكن طبيب عناي اللي بيتخوق عنا فقط وأطباء الأورام حقيقة بجي بالتدريب وبجي بالحب للختصص يعني لا يجب هاي رسالة للأطباء الجدد اللي يختصوا ما بصير الطبيب يختص الاختصاص إلا ده كان بيحبه وإذا كان عن جد يعني في عنده إلمام جدا بالمشاعر اللي يمكن تحتويك اليوم شو بتعرض ألو تذهب إلى البيت آخر اليوم إذا كتلعب مع أطفالك ومجتمعك ومع ناسك معنى كأنه لم يحدث شيء معنى أنتك يومك كان كله يوم صعب جدا وفي عواطف جياشي فوق تحته أبين دون مثل اللي بقوله فيعني هاي والله يعني لازم طبيب الأورام دائما ضروري يكون عند الشيهات حتى يعني ومكما زكت أنا سابقا أنه ما يكون العمل كبزنس العمل هالتخصص هذا لازم يكون كبروفيشن وكشيء يعني التعامل فيه مع مريض كأنك أنت مكان أنا حاب عز كشار لموضوع زكت أب منسها أخي طلال موضوع حكينا أنه صار فيه آخر العلاجات والتطوع المرض وصار فيه واحد يحكي أنه خلص أنه ما عاد نوقف علاجات من الحق من الأخلاقيات الطبية من حق المريض على الطبيب إضافة أن يكون طبيب قوي وواثق ثقة بالنفس وعنده تواضع وعنده كل الأشياء الإيجابية أن يكون كمان متواضع أنه هو يعني إذا المريض فيه أبحاث جديدة أو فيه يبعث عن مكان ثاني أو رأي ثاني ما يتوانى بالشيء هذا كثير من الطباء أنه خلص ما عاد فيه شيء ما عاد عندي شيء أطلقيا مثلا أنه خلص لازم تبحث عن كل خيار ممكن لمريض يعني يسفيد منه لو ما عندك تبعث أولى مكان ثاني لجامعة أو لمحايفيه دراسات حديثة أو لو أنت كنت مكان دولي مثلا بسيطة غير مادة تقنيات معينة تبعث للدولة ثانية مع الإمكانية طبعا واحد إذا قدر الإمكان ولكن التواضع ضروري مع ثقة وقوة مدامك فتحت موضوع العلاج التجريبي اللي هو أنه أنت يعني هو طب الأورام طب متطور فيه علاجات مسبتة عنكم وفصلها سنوات وعم تتطور وعم تتصر حسنا جيدة بس بالمقابل العلاجات ما عم تتطور هذه إلا بالتجريب يعني التجريب وقد يفشل ففي أسس أخلاقية لهذا الموضوع ربما اسمع منك أو خليل اسمع من باسل أولا أننا لما بدي أعطي مريض علاج تجريبي ما جربناه على مرضى من قبل أو كان تجريبي وربما على عدد محدود من المرضى ونتائجه ما هي النتائج لأنا عمل له هذا هو مثل مثلا دواء الأسفيرين مثلا أن مرضى القلب هو دواء مثبت وعلاج مو تجريبي هذا علاج بالسرطانات بالذات في كتير علاجات تجربية أنه خلينا نجرب هذا الشي فباسل خلينا نبدأ باسل طراب شو هي الأسس الأخلاقية لما أنا بدي أعطي علاج تجريبي للمريض كيف أدي أشرح له هذا الكلام أول شيء لازم يكون فيه عند الطبيب اللي هو لازم نميز نحن بين الطبيب والباحث هو عنه الطبيب الباحث وهذا التمييز كمان لازم ينتقل للمريض أنه نحن هذا الدواء التجريبي عم نعطيك لنعدام أدوية أخرى مثلا لازم يكون أنت استنفزت كل الأدوية اللي أنت موجودة بإيدك وهي مختلفة تعمية أنه ممكن تساعد لازم يكون الأمر واضح جدا أنه أنت بقدومك على هذا الموضوع فيحنا نسبة غير معلومة كبيرة إذا عرفاني أنه أساسا أنه هذا الدواء رح يفشل وفقط عم يخلي المريض هو يمتشفيه فهذا الشيء مرفوض تماما ولكن لازم يكون منطقي ممكن يخلينا يفكر أنه هذا الدواء رح يؤدي إلى علاج المريض فنحن نعطي هذا الشيء وهذا مختلف تماما باختصاصات أخرى عن الأدوية البحثية حصرا وليس التجربية العادة بأمراض السرطان بيكون فيه تجربة ولكن فيه يعني أمل أنه ممكن المريض يستفيد بينما بالاختصاصات الثانية وحتى ممكن بعض الأجزاء من الأبحاث السرطان الهدف بحثي حصرا غير متوقع منه أنه المريض يستجيب أو لا هو فقط لجمع المعلومات فنحن هون بلعب دور للطبيب أنه هو لازم وضحنا المريض تماما نحن أي شيء عم نعمل لك هو فقط لجمع المعلومات إنت إذا رح تستفيد منه رح يكون بالمستقبل في حال نتج عنه ولكن من المرحلة حالية هذا لا ما بتعلق أبدا بعيداجك بينما في حال أورانا بيكون فيه عندنا علاج تجريبي بيكون فيه عندنا نية أو هدف أنه نحن يتم علاج المريض وبتوجب على الطبيب مثل ما قال دكتور أتاسي أنه هو أول شيء يبحث أنه بمحيطه أو بأي مكان هل هو فيه عندنا نحن ممكن تجربة عم يتم فيها إدخال المرضى أنه ممكن يتم قبول هذا المريض فيه وممكن يستفيد منه والشيء الآخر يكون فيه عنده أمل أنه فعلا هذا الشيء يتم علاجه وهو يعني ما حدا فينا ممكن يعطي جرعة أمال يعني أنا بدي أقول يعني ممكن تعطي جرعة مناسبة ولكن ما صعب قياسة أحيانا صحيح بدأت أقول له المريض أخي نحن في عندنا هذه التجربة ولكن ما فيك تأمله كثير أنه نحن تتم علاجه ونفس الوقت ما فيك تقول له أنه نحن فقط عم نجرب كميل دكتور باسل أتاسي جزيزي التعقيم على هذا الموضوع أكيد مرأة عليك مرضى فيشل العلاج التقليدي اللي هو مجرب عن معظم مرضى فأنت مضطر تجرب علاجات تجربية أو الصدية يعني هي قائمة حاليا فأنت كيف تتقارب مرضىك بهذه النقطة تمام يعني بشكل واضح ما كل الأطباء أو المشافي في الغرب في عندهم خيار أو تجارب طبية يعني عندي مشفى تبعي مشفى يعني عنا مركز سرطان ما في عنا تجارب طبية أو تجارب فنحن بنبعث المريض لجامعات فهذا الشيء كما متبع بموظم أمريكا أو حتى بالغرب بأوروبا أو الأخري فيه بيبعث المرضى لمركز متخصصة فأنا لو أصل مع مريضي مرحلة أنه أنا أتوقع أنه يمكن يتحمل علاج آخر بسبب أنه صحته مازالت جيدة وليس عندي أي شيء ستاندرد أو أي شيء معترف فيه أو موافق عليه من الـ FDA عندها أبعثه إلى مكان فيه clinical trials من ناحية clinical trials المريض لازم يوقع consent موافقة موافقة خطية والconsent وموافقة خطية تبعث تجارب الأوران وتجارب الأدوية كتير دقيقة ويتفصل بالتفصيل أنه المريض أنه يعني يمكن عراض جانبية معينة ممكن مريض لا يستفيد من العلاج معظم مرضى يعني بسبب الأمل لديهم بأنه بعض النجاح يوافقوا وتتصور أنه فيه مرضى كتير يوافقوا على clinical trials ممش أنه مريض للمستقبل للمستقبل لمرضى آخرين يمكن بعد سنوات أن يستفيدوا من المرضى جميل جدا طيب مدام ذكر الأمل حقيقة مهم جدا أنه نحكي عن هذه النقطة كونك أنت بتخصص المرضى بحاجة فيه حكيت أنا بتجربة شخصية أنه بحاجة لزرع الأمل بس فيه موازنة صراحة مثل ما قال باسل وأن لازم اسمع منك كامير ثانية أنت شخص تتعامل مع الموضوع زرع الأمل يكون لدرجة محددة فيه شيء يسمع زرع الأمل الحقيقي فيه أمل كاذب حقيقة فيه أطباء حقيقة ما حكي عن تصير الصدمة أكبر فشو تعقيبك عن موضوع الأمل الحقيقي والأمل الكاذب لازم نعطي أمل لكل المرضى حقيقة بس الأمل لازم يكون موضوعي ما تعقيبك هذا هذا برجع تماما لأخي طلال حكينا أن الطبيب دور الطبيب جدا جدا مهم يعني أنا بتفاجأ حين المريض يعني مرحلة رابعة متقدمة وضعه غير سيء وطبيب يؤدي معه بغير فدايتين بقول له أمورك بخير أمورك تمام وليهمك فهذا يعني شيء يعني بصراحة لمست بعض الطباء بعض الطباء يمارس الطب كبزنس الحمد لله ليسوا كثيرين الحمد لله كبزنس كعمل إنه خلص هذا مريض مرضى فدور الطبيب يكون يوضح الأمل صحيح الأمل الكاذب كمان للأسف يعني ببلادنا المريض حتى أصلاً ما بيعرف عن مرضه إنه مع مرض ما مره حتى يعرف أمل الكاذب والأمل غير كاذب ربما الأهل هون بتعلق بأمل الكاذب عنده طبيب إنه يتحسن فما عادي مشكلة إنه الأهل هون يبهز ربما يساعدني فيه الأهل بس نسمع الكلام الإيجابي ما عاد يسمع الكلام السلبي يعني أنت زي طبيب باس الأتاسي شاف هذا المريض وطبق يمبين نقائل وكذا 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 ووضع المريض ما سيئ ما نجيل بالمقابل فيه طبيب فلاني مثلاً حب يعطي الأمل الكاذب وقال له إنه هذا عم يتحسن فأنت الأهل ما حيسمعه منك حيسمعه الطبيب اللي قال كلام منيح عارفت شو قزي مزبوط بعد من المهم جداً أنه يعني ناس تعيد الشيء لأهلي لأهلي اقتصاص يعني الطبيب الأورم هو يعليق على الورم مهم مثلاً الطبيب الجندية فرضنا الطبيب اللي هو اللي ليس العاقب المرض كتير وبعض التفاصيل يعني دائماً الأمر يقصد إلى أهله إنه كيف ينقل الخبر ويعطوا الأمر ويعطوا للأجابة للأسؤال صراحة تأجربتي ربما أسمع باسل طراب هالكلام لما بتزرع أمل كاف عندما يكون نتائجه أسوأ حقيقة من أنك ما تعطي الأمل بالأصل أنك تقول له حتتحسن حتتحسن وشافك منيح وقوم وكذا لك ما تحسنت فالصدمة بتكون أعلى مصبوط باسل وإلى شو تعقيبك باسل طراب حيح تماما وصراحة هاي خياني للثقة للمريض حتى بالطبيق هذا شيء مرفوض تماما ومثل ما صراحة نقطة الدكتور أتاسي ممتازة اللي هي أنه الأخصائي هو اللازم يحكي لأنه كل ياتنا بحكم مجتمعنا بتلاقي أنه تجينا بلا أرأ لي هالتقرير بتجيك على الواتس ولا على الفيس ولا على كذا رجاء بقدر ما أنا بحب أنه الطبيب يساعد بهيك موضوع ولكن دائما أنا بفضل أنه الطبيب اللي طلب الاختبار هو اللي يقرأه ويترجمه من المريض وليس أي طبيب عابر يعني أنه بلا شوف النهات لأنه صراحة عادة بتكون الصورة الموجودة المقدمة للطبيب المستشار بهي بسمو كربسايد يعني بسوء غير كافية وغير كاملة وممكن تأثر على علاقة المريض بالطبيب المختص اللي هو عم يشتغل معه جميل دكتور باسر الأثاسي سؤال أظن جوابه يعني واضح بس حابب اسمعه منك هل الموت حق على الجميع أكيد طبعا جميل أنت بتتعامل مع مرضى حولك بأمريكا حاليا وأظن عندك خبرة بحضر البلاد العربيان تعامل مع مرضى بالمختلف الخلفيات الدينية سواء المسلم المسيحي اليهودي أو حتى اللا ديني أو الأديان المختلفة بس عموما جميع البشر حتى الملحدين هم يعرفون أنه سيموت وكلها تم نعرف أنه موت حق كيف أنت بتعتمد على الجانب الديني بإيصال الأفكار اللي بدك إياها بالنسبة لإنذار المرض لما يكون إنذار وسير المرض أنه في احتمال وفاة وارد هل الجانب الديني مهم بهذه القضايا بالنسبة لحياتك اليومية عمحكي بيكون مختلف الخلفيات الدينية والله سؤال صعب هذا سؤال قوي يعني أنا لما اشتغلت فترة بأحد البلاد العربية كان الجانب عندي هذا أسهل كثير يعني 99 من المرضان في الخارج غير مسلمين فجانب الديني بصراحة ما بتاع فهو أصلا هو شو مؤمن وشو دين وكذا فما بتدخل بالجانب الديني الموضوعي المشارات هناك يعني لما تلاعي مثلا مريض يعني عنده سرطان مشخص أو مراحة متأخرة مراحة بكرة يعني عندك راحة نفسية أكتر أو راحة أنه تقول له توكر الله إن شاء الله بخير بإذن الله تشفى الدعاء الصدقة يعني أسهل أسهل عني كمسلمين نحنا إنه نحنا نخاطبه بالخطاب إذا أنت تعرف الخلفية الدينية للمريض وعند تعرفها مضبوط ربما بتسهل عليك نوعا ما نقل هذه الأخبار السيئة أو تعاون مع هذه المواقض الصعبة أنا هم حاول وصل لهذه الفكرة يعني للأسف نحن لدينا في حكيناها بداية حلقة وبرجعة بالذكرة في شوية شو بيسموه أو عدم توازن إنه يفترض نحن إيمان بالله واليوم الآخر أعلى من الغرب حقيقة هيك المفوض هيك نحن من الدعي بس للأسف رغم هذا الشيء ما بيكون بالعكس على الواقع بهذه الحالات صريحة يعني أنا شوف التشبث بالحياة وعدم قبول للواقع أكبر بكتير ببلادنا حقيقة للأسف نعم سبحان الله يا سيدي جزاك الله خيرا أنا حاسس زفيرسا الجانب التلطيفي أظن أنت ذكرته بشكل سريع وحابب ربما أسمع منك مرة تانية أنه أنت بتوصل لمرحلة أنه أنت ما عاد عندك علاج شافي بس أنت ما نهيت كل العلاجات ربما العلاج التلطيفي اللي هو أنه أنت تقدر تتحكم بالأعراض وإن كنت ما بتتتحكم بالمرض هذا شيء جزء من المراحل اللي ربما يمرأ فيها المريض فربما ضيق شوي عن هذه النقطة لو سمحت يعني هو أخي طلال يعني في تخصص خاص صار فيه بعض تخصص الأمراض البطنية بيختص للطبيب سنة أو سنتين حتى للأمور العلاج التلطيفي يعني مثل أقوله أو أقوله اسم تاني يعني أنه العلاج أو يعني التطبيق علاجات في نهاية الحياة علاجات التلطيفية في نهاية الحياة نهاية الحياة تمام فتخصص عند الحال أنه كيف المريض يكون برتاح يكون في بسلامة يكون في عنده ما يكون عنده أوجاع ما يكون في عنده حاجة أنه يروح يجعل مشافيه على الإسعاف وعلى آخر وكيف أنت كمان علاج التلطيفي جزء منه كمان الأهل تساعدهم بالقبول تساعدهم بالبيت تساعدهم كيف أن يتقبلوا الحال زي أن يساعدوا المريض بأيام الأخيرة فهذا شيء ضروري جدا ببلادنا موجود نوعا ما موجود هالعلاج التلطيفي وجزء من العلاج لمرض السرطان طبعا علاج التلطيفي ليس فقط التخصص ليس فقط لأمراض السرطان يعني أي مرض وأي عضو إذا صار فيه أمور نهائية أو أمور انتهت ممكن قلب أو رئتين أو أمور مزمنة كمان هناك شيء في العلاج التلطيفي جميل جدا دكتور باسل تعقيب أخير ربما بما أنه حلقة لأنه جاوزنا الساعة موضوع العلاج التلطيفي شو قال دكتور باسل قال دكتور end of life care يعني إسرائينا إحنا بطلنا علاجات الشافية اللي هي هدف شفاء المرض بتسر نحن لساتنا عم نقدم الكير العناية شو تعقيبك هو فقط لتخفيف المعاناة يعني هو الهدف من العلاج هو تخفيف المعاناة ومثل ما قال الدكتور بالبداية دكتور باسل بالبداية إنه وصول مرحلة نهاية الحياة بشكل مطمئن وبسلام يعني هو الموت هذا حق على كل البشر يعني هذا جاي جاي فالأفضل إنه يتم بدون معاناة فقط هذا هو هدف منه فالطبيب لما بيوصل للمحل إنه هو ما عادي يقدر يساتر على المرض ما بيقوله للأهل خدوا يموت بالبيت يقوله نحن لسه هنعالج لسه عادي مش هنعالج كير يعني عم نعتني بالمريض ومثل ما نخفيف المعاناة تبعه بمعنى آخر علاقة الطبيب بالمريض ما بتنتهي بإنه هو ما عادي يريش فيله مرضه لابد إنه الكير يستمر لابد الرعاية يستمر هذه النقطة اللي أحاول أكدها أنه ما بيس يعني أنا ما منكر أنه في بعض الأطباء للأسف بيقعوا بهذا النقطة أنه ما عادي فينا نقدم له شي الطب والله فشل رغم هذا شي لازال لسه نحن قادرين نعطيه بالية للكير والمهم جدا هو خاصة للمرضى وأهالي المرضى اللي بيسمعونا هلأ أنه علاج تطيفي لا يعني تسريع أو تبطي قزوم الموت وفقط تخفيف المعاناة صحيح صحيح جميل جدا أنا حراس حاب أضيف شغلي إذا تسمحني يعني أنا في كان عندي بعض النقاط في نقطة ما ذكرتها خلال الحديث من الإخلاقيات الطبية نحن عن الإخلاق الطبية هو طريقة لغة الحديث مع مريض الأورام يعني تكون لغة هي رسالة الطباء وليس بس الطباء الأورام طباء العامين بلغة مبسطة مفهومة لأنه ورد الأورام والسرطان والأدوية والعلاجات والأمينوثيرابي كل أشياء أمور كمعقدة فالمصطلحات اللي يكون يستعملها الطبيب مفهومة مصطلحات يعني بسيطة يعني شو يعني فترة بقية بتتقرب له إياها شو يعني طفرات ملاعية جينية يعني هاي أشياء لازم دائما الطبيب والطلاب الطب كالأخري يكون من الأخلاق الطبية حقك حقك مريض عليك أنه أنت تستخدم مصطلحات مفهومة سهلة حتى تصل للمعلومة للمريض ما يكون يعني أحيان تي مرضى بقول لك إيه بطلع من الغرب بس بطلع بروح للبيت مفهومة شي فهي من الحق المريض على الطبيب أن يكون كمان لغته مبسطة مفهومة طيب بس أنا رح عقب على كلامك وتقلي أنت كيف تتعامل مع النقطة لأنه لازم ربما الناس تفهمها والأطباء حتى أنه إذا فترة تبقية هي أو هي فترة المتوقع إذا مريض تبقع له بحق أنه هذا يعيش ستة شهور أو سنة كيف تصل الفكرة للمريض تقول له هتموت بعد سنة هتموت بعد ستة شهور أو بطريقة أكثر أكثر أو أكثر لطفا خلينيقوم أنا أنا اسلوبي في التعامل مع هذا السؤال أخي طلال أنه أنا ما بذكر ما بذكر الوقت إلا إذا المريض أصر لو أصر أنا أصريت وأنا بعرف مرضي مرحلة رابعة وأنت تعرف في الكتب الطبية بينكتب أنه هذا فترة بقاء وسنتين كيف توصلها توصلها المريض أنا أصلي أنا ما بذكر أنه إذا ما سألني مريض إذا سأل أنا مريض ما بتفرع له أنت والله عندك سنة في أطباء أقول لك أنت يعني أنا لو سألت ونحطيت في الزاوية الصعبة يعني عندها بقول له يعني أذكر للمريض أنه في الكتب مذكور أنه حسب دراسات أنه متوسط متوسط البقية أو العيش في فترة الحياة بهذا المرض في هذه المرحلة فرضنا أربع سنوات متوسط في بعض المرضى ممكن الكباب العمر أقل من أربع سنوات ومرضى اللي صغار وعنده صحة أكثر من أربع سنوات هذا متوسط ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم وهو اللي نحن بشر ونحن يعني نعمل اللي علينا ونطبق العلم اللي عننا والموات والحياة أنا أحيان بقى المريض أنا ما بيعرف مين أصلا بدي يروح أنا أروح قبلك ولا المريض يروح أول يعني مين بدي يتوفى أول المريض والطبيب لا أحد يعرف فهذا هاي الإسلوب هذا اللغة تريح المريض تريح المريض وأنا ما كذبت عليه وصرحته هذا الصحيح ولكن أمر أخرى أنا ما بتبرع خاصة مريض ما الحرام ما متبرع بقل له الأجوب اللي حتى هو يسألني إذا أصر بس في مرضى بيصروا حيثا بيهمه يعرف شو هو المتوقع لإله فالفكرة أنه أنه في أحيانا صراحة توصل رسالة خطأ للمريض أنه أول طبيب يكون خاطئ أصلا يعني ممكن يكون طبيب مختئ بأسلوبه أنه عنده معك ستة شهور معك ثلتة شهور روح قضي حياتك مبسط مهم جدا أنه أنت توصل للمريض أنا ما أعرف أنا هذا متوسط يعني أنه شفنا شو شفنا من قبلك بس هل أنت بحالتك هينطبئ أو لا هذا بيد الله مثل ما قالت نحن مؤمنين بالله مؤمنين أنه الآجال محتومة أو معروفة محددة بس نحن ما عنا أطلاع الغيب أبدا طيب نحن جاوزنا الساعة وأنا مرضي طول أكتر وأكتر فخليني أخد تعقيم أخيرا من دكتور باسل طراب بنايتا وبرجع إلى أخيرا دكتور باسل دكتور باسل شو تعقيمك على الحلقة اليوم دكتور باسل طراب صراحة يعني علم الأهورام أنا مثل ما قال دكتور باسل يعني كثير عندي احترام كبير لأطبال أنه خاصة المشاعر يمروا فيها وطريقة التحديث اللي هنا لازم دائما حدو حالهم فيها بالمعلومات هذا واجب عليه صراحة وأنا أحييهم عليه يعني باقي اختصاصات ممكن ما عندهن نفس سرعة التطور اللي بيصير عندهن ولمرضان يعني بدي أقلهم أنه دائما هذا الوضع أنه السرطان يعني هو بالأخير مرض والحمد لله نحن هلأ يمكن لو سألت نفس السؤال من 10 سنين ماضية أو 15 سنة ومسألته هلأ يمكن قبل كان يمكن نكون الأمل شوي أخف بكتير بينما هلأ صراحة فيه كتير علاجات يعني دكتور باسل أتاسي ممكن نوه لهذا الشيء بالأول ولكن هلأ فيه عمنا كتير أدوات نحن ممكن نعملها ممكن نستخدمها وفيه كتير أدوات ممكن نخفف المؤعنات ممكن نطيل الحياة فقط أنا بنصح المرض عفوا بنصح المرض أنه هن يتابعوا تعليم نفسا ويسألوا أطباءهم عن حالتهم ما يخافوا من سؤال الطبيب لازم يسألوه مشان يحسنوا ياخدوا قرارات بشكل ملائم جميل جدا دكتور باسل أتاسي تعقيم أخير أنا عندي لسالة لأهل المرضى وأقاربهم أقول صارحوهم بمرضهم ساعدوهم في تخفيف جهلهم بمعاناتهم لعل عندهم مصية مبيتة أو إجراء مهم أو دعوة مستجابة رسالتي إلى المريض مرضى السرطان بالأمل تعيش الحياة تعيش النفوس وتحيا وبه تستمر الابتسامة وتحقق النجاح تبقى الحياة والشفاء دائما بيد الله سبحانه وتعالى ويبقى العلاج وترقيه ومتابعته هي منسونة للأديان ومنهج الأنبياء وفطرة الإنسان واتخاذ الأسباب من واجبنا كبشر شاف الله سبحانه وتعالى كل مرضى السرطان وعفاهم والله أعطيكم العافية على اللقاء المميز أخي طلال وأخي باسل يشي جزاك الله خيرا كلام مميز جدا جدا أنا جدا سعيد بتلبيتك لدعوتنا مشكول أخينا باسل مشكول أخينا باسل وإن شاء الله يا رب نلتقى بحلقات قادمة والقادم أجمل إن شاء الله سلام عليكم سلام